اشتركوا في القناة الذي ينبغي ان يحتمي الانسان به وان ينتفع بهداياته للوصول الى الله تبارك وتعالى هو اهل الذكر العلماء الذين اوجب الله تبارك وتعالى علينا سؤالهم واوجب عليهم البيان لنا فان الله تبارك وتعالى اخذ الميثاق على النبيين واخذ الميثاق على العالمين فقال ربنا سبحانه وتعالى واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وقال سبحانه وتعالى واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبين النهو للناس ولا تكتمون هذا واجب واجب على العالم ان يحدث الناس عن الله ان يعرف الناس بالله ان يرشد الناس الى الله ان يعالج احوال الناس بدين الله عز وجل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ان يرحمهم ويوصلهم الى رحمة الله عز وجل وكما اوجب الله عز وجل هذا على العلماء اوجب على عموم الناس ان يسألوا ما ينزل بهم من حادثة ما تقع لهم من واقعة ما يحصل لهم من شيء ما يريدون من عمل ولا قول الا ويجب عليهم ان يسألوا قال عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وقال عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات يعني معناه ان الانسان لا ينبغي ان ينطلق الى قول من الاقوال ولا ان يفعل ان يقصد فعل عمل من الاعمال الا بعد ان يتعلمه يسأل اهل العلم واهل العلم يبينوا اهل العلم يبينوا وان لم يسأل الناس ويسأل الناس فيما يعرض له ويبين العلماء ما هو على مقدار حاجة الناس اليه يعني العالم يكون له بصيرة ويكون له دراية ويكون له خبرة بالواقع وما يحتاجه الناس ويحدثهم على قدر ذلك والناس يسألوا ليتعلموا يسألون ليتعلموا حتى يعملوا في دين الله تبارك وتعالى بما امر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومعنى هذا ايها الاخوة الكرام ان يكون الانسان على معرفة بالعلماء لا ينبغي للانسان ان يسأل اي احد لا ينبغي للانسان ان يتوجه الى كل من له شارة العلم وليس بعالم فلربما يسأل الجاهل فيضل ويضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا اضلوا والعالم اذا كان يحدس بما يحتاجه الناس ويراعي في ذلك احوال الناس كان من الربانيين الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون من هو الرباني قال الامة الرباني مجاهد وغيره قال الرباني هو الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره باصول العلم قبل فروعه بمهمات العلم قبل هوامشه باصول العلم قبل ان ينطلق الى ما ليس بالاصول ما يحتاجه الناس ولا يشغل الناس بما هو فوق ذلك ينبغي على العام ان يتجه الى العالم وان يختار اعلم العلماء ليسأله في مسألته وان يراعي الثقة والتقوى في هذا العالم فليس كل عالم يسأل نما العالم الثقة العالم التقي العالم النقي العالم الصادق العالم المخلص فيتوجه الى العالم يراعي في ذلك اعلم الموجودين ويشترط على نفسه في ذلك ان يكون هذا العالم ممن يعمل بعلمه ممن يتق الله تبارك وتعالى فيما علمه الله اياه حتى لا يسأل اي انسان فيكون ذلك وبالا على العالم وبالا عليه كما حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هذا الرجل الذي قتل مئة نفس كان قتل تسعة وتسعين ثم سأل عن اعلم اهل الارض فدلوه على راهب الرجل يسأل عن عالم لكن سبحان الله الذين سمعوا السؤال لم يحسنوا النصحة لم يخلصوا النصيحة فدلوه على راهب ما علاقة الراهب بالعلم الراهب عابد الراهب حبس نفسه في صومعته على الصلاة ما له وما للعلم وايضا هذا الراهب لم يرعى مقامه ولم يعرف قدره فلما توجه اليه هذا الرجل وسأله وقال اني قتلت تسعة وتسعين نفسه فهل يمن توبة قال لا قال لا كان يسعه ان يقول الله اعلم لماذا يقتل نفسه ويقتل الناس بالكلام الذي يقوله يقول لا ادري يقول لا اعلم يقول لا خبرة لي يقول ليس هذا بابي بابك العلم بابك العبادة بابك الزهد التزم ببابك كل انسان يلزم بابه احيله على العالم ولا افتيه انا لا افتاه فما كان منه الا ان قتله فكمل به المئة فقتله فكمل به المئة وهكذا الجهل يجني على العالم وايضا يجني على غير العالم يجني على غير العالم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنفر من اصحابه الذين معثهم في سرية وواحد منهم اصابته شقة في رأسه فقال لاصحابه وقد اجنب تعلمون لي رخصة ان اتيمم ولا اغتسل فقالوا لا الماء موجود وانت تقدر على استعمال الماء فلماذا تترك وتتيمم لا نجد لك رخصة افتوه بغير علم سبحان الله فاغتسل فوقع الماء في شقته فمات فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره فظل النبي صلى الله عليه وسلم يقول قتلوه قتلهم الله قتلوه قتلهم الله قتلوه قتلهم الله انا سألوا اذ لم يعلموا انا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال شفاء الجهل السؤال فلا ينبغي للانسان ان يستهين بمكانة اهل الذكر بمكانة اهل العلم فهذا فرض واجب عليه أن يتوجه بالسؤال إلى من يعلم ويتعرف منه الجواب ويعمل على وفق ذلك بهذا ننجو وبغيره نهلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين